اشتركوا في القناة قابلة للاستخدام وليست للزينة كما يظن البعض فعند تحريك هذه الذراع الى الاعلى او الاسفل تقوم باشعال مصابيح برتقالية اللون في اضواء سيارتك تعرف باسم الغمازات الى الاعلى تضيء الغماز اليمين والى الاسفل تضيء الغماز الشمال اما عن فائدة هذا الاختراع فيمكن استخدامه للتواصل مع السائقين الاخرين على الطريق لتظهر لهم انك على وشك الالتفاف او تغيير مسارك ويساهم هذا في منع وقوع الحوادث ولكن المفاجأة انك يجب ان تستخدم هذه الاضواء وفقا لاحكام قوانين المرور لا عندما تلتف بسيارتك فقط وانما عندما تتوقف ايضا كما يجب عليك ان تستخدم هذه المصابيح عندما تشرع بتحريك السيارة بعد التوقف على جانب الطريق وكما ترى فان هذا النظام غاية في التعقيد ويحتاج استخدامه الى معرفة واسعة بمفاهيم مرورية مثل اليمين والشمال لذلك فلا عجب ان كثيرا من السائقين يجدون صعوبة في استخدام هذا الاختراع فلنضع المزاح جانبا فان استخدام اضواء الالتفاف او الغمازات ليس اختياريا وتقع على كل سائق مسئولية استخدام هذه الاضواء تماما كما تقع عليهم مسئولية التوقف عند الاشارة الحمراء هذه الممارسة المرورية الخاطئة ليست غلطة بسيطة وقد تتسبب بكوارث محققة ولكن الى اي حد قد يكون تجاهل استخدام هذه الاضواء خطيرا للاجابة على هذا السؤال عزيز المشاهد نشاركك نتائج دراسة صدرت مؤخرا عن جمعية مهندسي السيارات الامريكية جاء فيها ان الحوادث الناجمة عن تجاهل استخدام اضواء الالتفاف تفوق تلك النتيجة عن استخدام الهاتف اثناء القيادة فقد تتسبب هذه المخالفة بمليوني حادث سنويا وجاء في الدراسة ايضا ان ربع السائقين على الاقل يهملون استخدام هذه الاضواء عند الالتفاف وان 48% منهم لا يستخدمونها عند تغيير المسار والان ما رأيك في هذا الاختراع الجديد في سيارتك شاركنا برأيك في الخانة المخصصة للتعليقات في الاسفل لا تنسى عزيز المشاهد ان تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالاسفل للاطلاع على اخر اخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي اشتركوا في القناة